من كابتن محمد الشناوي لكابتن عمر الشلية لعب نادي الأهلي اللي بيأكد على جهازية لعبة الأهلي لخوض مواجدة نادي الزمالك في كأس السوبر الأفريقي سلية في تصريحات لموقع الأهلي الرسمية بيقول أن مباراة مهمة على بطولة قارية هناك تسعين دقيقة قوية بالطبع كل اللعيبة في حالة تركيز شديدة من أجل التتويق به اللقب وتحقيق الفوز على الزمالك وأضاف أن لعبة الأهلي في الموسم الحالي أكثر جاهزية نفسيا وبداليا ومعنويا لمواجهة الجمعة بعدما خضنا مبارتي جرمهية الكيني في دوري الأبطال قبلها بعض اللعيبة شاركوا ضمن صفوف المنتخب الأول عكس ما حدث في الموسم الماضي عندما وجهنا اتحاد العصمة الجزائري دون خوض أي لقاء واصل قائلا أن الفريق سيكون في حالة تركيز شديدة هو من سيحصد اللقب بالطبع نواجه فريقا جيدا لدينا دوافع كبيرة من أجل حصد السوبر الإفريقي تابع قائلا أن التحضير للمباراة يختلف لأن مواجهة النادي الزمالك تحدد هوية الفائز بالبطولة وبالتأكيد التركيز سيكون كبير ما بين جميع اللعبة والأهم هو تحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير وأتم قائلا أن ننتظر جمهير نادي الأهلي في الملعب بيئة السعودية كما عودونا دائما في كل المواجهات الكبرى وإن شاء الله نسعدهم بوى نتوق به اللقب